الأب بدوره إيه؟ يحاول يوافق بين الطرفين بين مراته وبين بنته طب وهل بقى الخنائط اللي هو عمال يعملها؟ لا الأول تعيني نقول على خطيبها خطيبها ده مش ممكن يعيرها في يوم من الأيام؟ يا دايما يقولك إيه الحدود اللي أحكيها الخطيبي؟ وإيه اللي ما أحكيهاش؟ يا في حالة صارة هنا هو هيدخل في الموضوع وليزم يعرف كل حاجة لأن صارة في مرحلة ضعف إزيه؟ ضعف صعبة جدا هو مش هيسابها دلوقتي مش هيسابها ممكن ما يسابهاش خالص إني فيه نوع من الرجالة بيعرفوا أنه هم يستوعبوا مشاكل البنات أو الستات يعني إيه مش هيسابها دلوقتي ولا يسابها بعد أنا قصد مش هيسابها دلوقتي للمشكلة اللي هي عاشا فيها دلوقتي لكن أنا قصد ممكن أحيانا زلت لسان ممكن يقع فيها معيها ويقول لها يلي كنتي ويلي كنتي ويلي كنتي هو راجل مش دايما بيعمل كده لما يلاقيك من غير دهر؟ ممكن يحصل ده ممكن ما يحصلش لكن أنا أتكلم أن في الوقت الحالي هو لازم يقدم لها كل الدعم علشان يساعدها في أنها تقف على رجليها وتشوف نفسها علشان ما تتعرضش لأي أزمة نفسية أو سلوكية ممكن تتعرض لها في حياتها زي الشغل حقا تقولت من شوية أنها ممكن تسيب الشغل هي سبيته خلاص بتقولك أنا نفسيتي وحشة مش عايز اشتغل مصدر رزقها ده اللي واقفها على رجليها طب وأهله دلوقتي بقى لما يشوفوا مشاكل دي يقولوا إيه هو في نوعية من الأحلى ممكن يقولوا إيه بقى سيبها شوف حد تاني غيرها مش عايزين مشاكل لا بقى لأ أنا سمعت بقى أن في حاجة جديدة يا جماعة أبوها ومها مطلقين فهي كده ده بزي مطلقة موضوع الطلاقة دلوقتي ما بقاش زي زمان دلوقتي خلاص الطلاقة حينا بيكون حلل مشاكل كتير جدا جدا جوا البيت أحسن من موجود بعض أحسن من المشاكل والخناقات وحاجات كتير جدا بتحصل جوا البيت فهنا نتكلم في أن الخطيب أو الخطيب صهرة هو ده يعني إيه هو اللي بيقدر يميز البنت عاملة إزاي سلوكها عاملة إزاي شخصيتها عاملة إزاي هل متربية فعلا تربية كويسة ولا المشاكل اللي بتحصل دي مين السبب فيها بيقدر يميز ده من المواقف بينه وبينها طب يعني هو ممكن في يوم الأيام يجي عيرها باللي بيحصلها ده اللي هميمني في كل القص لأن أنا شايف أنا هو ده المنقذ الوحيد ما نقدرش نقول ممكن ولا يمكن هو ممكن يحصل ده في حالة لو هي بقت متسلطة فعلا لو هي فيها الصفات الوحشة اللي بتخلاتها استفز مراتبوها ساعاتها موقف منها أو زلة لسان طقع فيها معاه ساعاتها هيعمل إيه؟ هيردنا الموقف ده أو هو يقع في موقف أو مشكلة ما ويلاقيه ما وقفتش جنبه ساعاتها هيبدأ يقولي أنا وقفت جنبك لما كنت محتاجيني أنا كنت جنبك لما كنت جنبك صح يالي ويالي 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 كانوا بيعملوا فيك يعني الإنسان بيستفز لما ما ملقش حد وقف جنبه طب هي ممكن تكون بتفكر في الانتحار بجد؟ طبعا بشكل كبير جدا عندها فكرة الانتحار أو الأقبال على انتحار غالبا إحنا بنوصل لده لما بنحس بالإجهاد النفسي أو الاحتراق النفسي الشديد جدا جدا ممكن نوصل الانتحار؟ ممكن نوصل الانتحار ليه؟ لأنها مضغوطة نفسيا قوي يعني إيما لاش دعوة بضعف الإيمان أو ضعف الدين؟ ليها طبعا علىك ولكن الضغط النفسي الشديد قوي للإنسان بيتعرض لي ممكن بكل سهولة يوصله لانتحار تبتخيلها الوصف اللي هي بتقوله؟ لا الوصف اللي هي بتقوله يا وسام نوعية خلص من حياته بتقولك على الأقل للأبر هيبقى بتاعي الواحد دي أنا الوصف يخدني صعب كتير جدا إنه محدش هيطردها كمان هتبقى فيه حاسة إنها دايما ملهاش حد ملهاش سنة دايما شايفة أن مرات أبوها أو بيت أبوها مش مستوعبة إزاي لما حد يجي يفكر؟ ولا بيت أمها كمان مستوعبة ولا بيت أخوتها مستوعبة